اشتركوا في القناة لرفع جودة الصمار وفي ناس تانية بتبعى عايزة تحجيم احنا زي نحجم زي ناخد اعلى جودة من الصمار ايه هي المغازيات اللي نحطها في الفترة دي طب ايه هي المعاملات اللي نبتعد عنها طب ايه هي اهم الافات اللي نقدر نعمل وقاية منها طب احنا مصابين بافات معينة طب نكافحها ازاي بدون ما تأثر متبقياتها على جودة الصمار والتصدير وكده كل ده هنتكلم عليه مع بعض بإذن الله وبنرحب باسئلتكو زي ما متعودين في العيادة النباتية بجميع اسئلتكو وسط فصاركو على طريق التلفونات اللي هتتزاع اللي هتتحط على الشاشة وبرضو اللي مش هايهل حقيقي من المدخلات معنا في صفحة البرنامج العيادة نباتية او للدول الغنى طيقة بالعربية زي بوتونيكال كيلانيك تبعتنا فيها وعلى واتس طبعا هيكون معنا ومعاكم الأستاذ الدكتور وليد أبو بطة أستاذ البساتين بمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية أهلا بحضر يا خدتور أنا بكفى أنا أستاذ المشاهدين دائما مشرفنا تستلمت ودايما أستاذ المشاهدين بينتظروا يستفيدوا من ساعتنا وإحنا تحت أمر أستاذ المشاهدين طبعا طبعا كل علماء وزارة الزراع بمركز البحوث الزراعية تحت أمر وخدمة أستاذ المشاهدين طبعا هم الأساس بدونهم أن اشتغلش دلوقتي يا فندم إحنا اليومين دولة بخلاص البرفقان طلع تدى يحجم ابتدت ناس بتختلط بعض عليها بيختلطوا إزاي يكبروا إزاي يحطوا معاملات في ناس بتعمل معاملات غلط فبتأدي لكرسة وهي الوقت زنقى قوي وقصير كده فعايزين نعرف من حضرتك هي المعاملات أو بالأدق المغزيات اللي يجب نتبعها اليومين دولة في أسجار الفاكهة عموما وخصوصا ببرطقان وجمع نواعه اللي ترفع جودة الصمار وتخليه كويس وصالح للتصدير بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر حضرتك على السؤال الجميل ده وحضرتك طرعون أستاذ في مركز بخص رعية في حضرتك عالم قبل تكون قدم وكده إحنا بنتكلم إحنا حاليا إحنا في شهر تسعة خلاص بالنسبة مثلا نتكلم عن الموالح الأصناف الشتوية اللي هي زي البطء أنا بسر البطء البلدي السكري إحنا كده خلاص هنخلص التسميد الأزوتي ما فيش تسميد أزوتي خلاص 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 كده هنوقف التسميد الأزوتي زي البرتقال الصيفي زي الوصف الميركوت اللي هي الأصناف المتأخرة ممكن نستمر فيها لحد نص أكتوبر لأنه لسه احتياجاتها بتأخذ احتياجاتها من نيتروجين فدي بداي السؤال كانت عن التحجيم ما هو عابل من الكلمة عن التحجيم وإزاي أنا عايز أدير الشجرة يعني أشوف الشجرة أزبط برنامج التسميد بتاعي لأنه هو الأساس في التحجيم بالزبط يعني فإحنا بداية كده خلاص الأصناف الشتوية من الموالح خلاص كده إحنا نوقف في التسميد الأزوتي سواء في أراضي سقوضة أراضي رملية يعني موضوع أن نحن نحط خمسة كيلو مثلا سلفاتنا شادر أو نطراتنا شادر في أراضي رملية خلاص يا جماعة دلوقتي من النهار ده كده النهار ده خمسة أشر تسعة خلاص كل سنونا نطيبين في الأصناف الشتوية قل ست نوقف في التسميد الأزوتي ليه؟ لأن التسميد الأزوتي هيعمل لي حاجتين اتنين هيزود حجم الحبية حجم السمرة وهيقلل تلوينهم من دلوقتي يقلل تلوين يعني بيعمل تحجيم يا فنم لا تلوين يا فنم هيكلل اللون بتاع السمرة مخدر مع البرتقال الواضح يعني هيبقى اللون باهت يا حضرك بتكلم عن تحجيم وعن جودة السمار بالضبط معهو التحجيم أنا بعمل تحجيم عشان أخد حجم معين هو المطلوب في التصديق وفي نفس الوقت الجودة فأنا لما سمد أزودة دلوقتي في الأصناف الشتوية هيبدأ الحجم يزيد يعني اللي أنا عديت التحجيم أنا بعمل التحجيم عشان يتستطر على الحجب اللي هو الحجم المطلوب للسوق سوق محلي أو سوق خريج بالضبط لكن لما زود النيتروجين بسوروا يا جماعة النيتروجين حد earlier حمض النيتريكل اللي أنا بحطه في السمادة عشان سليك انقاطات ده نيتروجين يعني بدلوقتي أنا يوقف حمض النيتريكل اللي أنا أحطه في السمادة في الاصناف الشتوية. ومجالة طوريقي يا فتنم. يعني انا دايما خدنا في الكلية ان انا بننصح بالنيتروجين عشان يدي مجموع خضري زيادة. تمام. فانا دلوقتي مش محتاج مجموع خضري انا محتاج مجموع مجموع سامري. ما هو السامري ما هو المجموع السامري بس هي السمرة اه النبات الشجرة موجودة اه في الارض. اه. انت نبتدي لها ازوت بتاخده. بتاخده. هتاخده فهتاخده از اروح مجموع خضري كاوراق جديدة في دورة نمو الخريف. اه. وجزء ممكن اتأثر به السمار. ان ما خدتهش السمار كحجم هيأثر على الجودة بتاعتها هيأثر على التلوين. هيقلل لون السامرة. لون السامرة يبقى باهت. مش اللون البرتقالي المميز للموالح. احنا الموالح المصرية زي ما حضرتك عارف بتسافر برا وتشوف. احنا المصرية متميزة بلونها. اللون الواضح للسمار الموالح المصرية واضح جدا. فالتسميد الازوت زيادة ودلوقتي في الاصناف الشتوية هيقلل لي التلوين. يبقى انا كده بقى لي الجودة للسمار بتاعتي. فدي بداية. طب جميل او كلمة يا دكتورة. سانا حركة يعني او حيط لي لسؤال معين. طب اتفضل ما هنكمل متقلقش. اتفضل. لا انا مسلا واحد من الناس. وفيه كتير قوي. وبره برضو نفس الموضوع يفضلوا ببرتقال لغدر. يعني فرنسا مسلا يحب ببرتقال الخضرة. آآ يقولك ده اولاية من السكر. وانا بحب البرتقال نكون حدقة. هل في معاملات او هي دي بتبقى مقصودة ولا بيقى بعيد من المزارع. ولا هو بنزلها بدري. لا انا ممكن بص يا فنم هي احنا بنكش يعني التحجيم. ليه الناس دلوقتي كلها بتسأل عن التحجيم. لان هو المطلوب دلوقتي كان زمان الاحجام الكبيرة مطلوب. آآ. دلوقتي معدش الاحجام الكبيرة مطلوبة. حتى في الدول العربية معدوش بياخدوا الاحجام الكبيرة. فاحنا طلع مصطلح التحجيم. ان انا اتحكم في حجم مستمر وما تتعداش ايه. آآ الحجم المطلوب. الحضارة بتقول بتحب البرتقال الاخضر. لا في 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 امريكا برتقال ما بيلونش. بيبقى مستوي. صنف يعني. لا مش صنف نتيجة الظروف الجوية. نتيجة الظروف الجوية. الظروف الجوية. آآ. يعني البرتقال نتبقى خضر ممكن في كازا حالة. حالة من نتيجة عادة من انتظام الظروف الجوية لزلك امريكا بتعمله عصير. جميل صح. اه تمام بيصنعوها عصير. احنا الدولة الوحيدة اللي بتعمله. ما بنزلش. ما بنزلش فرش. اه. تمام. لا هو لو نزل فرش هيبقى مش مقبول. يعني تزوء ممارسة في فرنسا. زي ما حالك بتقول. لا. الفرنسيين لهم زوء يعني مختلف عن باقية الايه. باقية اوروبا وامريكا. لا امريكان لا عايزين البرتقانة برتقانة. لونها برتقاني. اه. لكن هيلاقها خضر مش هشتريها. اه. وفي مصر هنا فانتم لما بتنزل خضرة. لا اولي اللي بيشتري البرتقان الاخضر. وفي هنا ناس الناس هنا بتلجأ لحاجة. اه. اللي بيقطفهم بدري. عشان يكسب سعر بدري. بيلونها تلوين صناعي. بيبقى البرتقان مسفر كده. مش مش واخد اللون الورنج اللون البرتقال الواضح. اللي لونها ازاي الصناعي كان. فيه بالمعاملات بتتم في التلاجات. اه حاجات في التلاجات انما مش ممكن يحطوها. لا مش حاجة. لا لا لا. يعني عندك مسلاً البرتقان. الا 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 اووطة. عسعب بيحطوها كابريت عشان تدرهم مسرعا. لا ده الا 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 اووطة. لكن البرتقان بيجمعون بحطوه في التلاجات بعملهم معاملات بيسفر. بيسفر شوية. عشان هو بينزلوا السوق بدري علشان ياخد اه? ايه? سعر اعلى. جميلة. لكن لحضراتكب بتقولوا لو البرتقان او مخدر. انا لو فيه طلبية هي طبع już انا لو انا لو انا او مصدر او منتج. وعمد طلبية أنا عايزة بنتقال أخدر قبل ما ينجمع بنصدره. وده بتحصل أكتر في الصيف عندنا. في أوقات بيطلبوا الصيفي برتقال الصيفي بيطلبوه وهو لسه ملونش. مع أن البرتقال الصيفي عصيري أساساً. بس هم بيطلبوه كده. وخصوصاً في الفترة بتاعت الكريسماس ونيوير في أوقات بينطلب برتقال صيفي في شهر واحد. بيبقى لسه ملونش. لسه اللون يعني أخدر مسفر. وفيه أخدر أخدر. وفيه أخدر أخدر أخدر. فبيبقى مطلوب. هم بطلوبوه في معاصر معينة نتيجة حاجة معينة بقى لكن المعتاد بالموالح أنها بتتصدر بعد ايه أو بتتباع بعد اكتمال التلوين بتاعها. جميلة. فإحنا فمصر لا منشتغل بٰه ان هي اكتمال التلوين بتاعها لا ي slightest حاجة خدرة إلا الليمون الليمون اللي بنصدره طبعاً أخدر nei مموت ايه آآ مكتمل الفسفور. الفسفور? الفسفور مهم جدا للنباتة. استمر في الفسفور الايام دي. موقفوش. هنقول الاراضي الرملية بتديها حمد الفسفوريك. الاراضي الطينية لو عايز زي ما قلنا قبل كده في القوة مع حضرتك ان احنا بنحط الجيب حمد الفسفوريك ونحطه في برميل والبرميل بحنفية. ونحطه على المياه اللي داخله على الحوال الهيئر والحوق. يعني معدلة اوديه يا دكتور. نعم. الفسفور فلو انا بروي ارض طنية مسلا بروي كل مسلا كل تلات اسابيع دلوقت الوقت كده فانا ممكن احط اتنين لت في برميل متلت وافتح الحنفية فتحة صغيرة تمشي مع مية الايه؟ مع مية الرأي لدخل الحوض مش لدخل المزرعة يعني بتبقى المزرعة عندنا في الاراضة الطنية متقسمها حوض في انايات صغيرة اناية كده معروفة يعني هو اللفظ الشيء الاناية فانا بحط البرميل ده على رأس الاناية زي ما بنقول على رأس الحوض بحيث المية لدخل الحوض هي بقى فيها حمض الفسفوريك لان حمض الفسفوريك النبات محتاجه دلوقتي فوائد حمض الفسفوريك او الفسفور عموما والكالسوم ايه فوائدتهم كعلم كده؟ كعلم ده الفسفور هو اساس مركبات الطاقة الـ ATB والـ ADP لا ده لا انا نجد سألته سؤال بعيد شوية يعني بصيغة اخرى في بعض الناس بتزود الفسفور وبتزود الكالسوم فبتزيد القشرة بتاعة البرتقون لا هي هل ده نتيجة للفسفور والكالسوم؟ هو اللي بيزود القشرة حضرتك الكالسوم والبوتاسيوم آه كالسوم وبتاسيوم كالسوم وبتاسيوم آه ما ديه عشان نقول كالسوم وبتاسيوم بيزودوا القشرة فدي معدلاتها ايه عشان القشرة؟ بزودوا صلاة وانا كنت هجيها بعد الفسفور انا كنت عامل التفكت بتاعتها مانا بستوحي الاسئلة من كالسوم ربنا ببارك بعضاتك استاذنا طبعا ربنا اكريم فهي اه احنا هنحط الفسفور الايام دي اهتم بيه اه تمام؟ حطينا الفسفور المعدلات اللي قلنا عليها اوكي ندخل على البوتاسيوم زي ما حضرتك عايز البوتاسيوم حاجة مهمة جدا دلوقتي في المحرارة اللي احنا فيها دي اللي مكون زرية الموالح كلها شتوية او متأخرة لازم احط البوتاسيوم اهتم باضافة البوتاسيوم يا جماعة هنقول البوتاسيوم غالي رش بتاسيوم اه رش مش هيدييني مش هيبه بنفس الكفاية بتاعت البوتاسيوم الارض بس يبقى بتاسيوم كويس ارش اقدر الشجرة رشتين تلاتة علشان البوتاسيوم هيعمل صلابة للسمار زي ما حضرتك قلت رش رش وار dentro اه مش بالسمادة يعني نا هو السمادة هيقول لي غالي غالي allora غالي يعني هحط نص الفكمية في السمادة و Denver ودر الشجرة رشتين اه ليه هيدي صلابة للسمار هيعمل حاجة ثانية هي هزود وتلوين السمار دخل السامرة تتلون كويصا بوتاسيوم يبقى عمالL disso بتاسيوم فايدتين اتنين مباشرتين مش هنتكلم في فيديتين مباشرتين للمزارة. ان هو خل الصامرة خل حل الصامرة بتاعتها قوية وخلى اللون بتاعك كويس. میان عن صور الرش مش الصور الاضافة الارضية. صور الرش فيه منه مضاف عليه يومات فيهومات بوتاسيوم في ناس احنا 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 فوقات بنشر فيهومات البوتاسيوم عشان استفيد بالبوتاسيوم مش عشان الهيومات لان هيومات بتضاف ارض ما بتضفش رش احنا بتستخدمه في اوقات علشان انا عايز بالنسبة بالبوتاسيوم متبقى عالية فيهومات البوتاسيوم فParastachdim укspeaking下去 سورة ما سورة رش مساعد الهيومات بتفيد في مسك العنصر بتوصول اكتر? احنا بنقول احن بنضيفها في ارض عشان كده. حسنا؟ زيادة انتصاص بتزود بتخلب العناصر فبتحفز عليها وما تفقدش في مية الري مع الصارف ومية الري فلكن انا بقول له حضرتك يعني حاجة من الحاجات اللي بتتم الناس بتعملها الفئات بيجيبه هيمات البوتاسيوم بيرشه بس انا مش برش عشان هيمات انا برش عشان البوتاسيوم بسان بوتاسيوم اه وفيه طبعا فيه نطرات بوتاسيوم موجودة وفيه كزا صورة موجودة بس يا جماعة فيه حاجة اسمها كلوريد بوتاسيوم ابعدوا عنه بيتراشش على الورقة كلوريد بوتاسيا موجود في السوق للأسف كلور ده خطر مع الورقة ما هو خطر وبيعمل طب ليه حطويا فاندي ما أولي أعمل ده جاي مستورد من بره يا فاندي ما هو كل بوتاسيا من اللي في مصر مستورد من بره نحنا ما عندناه بس كلور خطر أيوة فاندي ما الله بلسهم أهو ما بيلاقوه كده فيجبوه إنسار أرخص من سرفات البوتاسيا يحرق الورقة أيوة عشان كده أنا أقول بلاش كلوريد البوتاسيا أن ده هيحرق الورقة وهيعمل علامات في الصمرة هيومات بوتاسيام فيه كلوريد بوتاسيام ما رشوش أنا أساسا ما بنصعش لا ورقي ولا أرضي ولا أرضي لأن ده كلوريد كلوريد يعني هيزود من روحت الطربة واحنا في منطقة جفة وأراضي قلوية وقابلة للتمليج هحط كلوريد بوتاسيوم يبقى ملحط طربة فده ده ما يتحطش كلوريد البوتاسيوم نحنا لإما نحط نطرات بوتاسيوم لإما نجيب سلفات البوتاسيوم وندوبها ونرش بيها اللي موجودة اللي احنا بنضفها أرضي لإما أجيب هيومات بوتاسيوم أرشها تمام؟ دي كده إيه؟ ده كده البوتاسيوم الكلسام اللي حضرتك العدسة الثانية في المسؤول عن صلابة السماء الكلسام طبعاً إحنا بنحطه المفروض بنحط الكلسام القليل أضافة أرضية مرتين إضافة في الأول في أول موسم مع بداية النمو وإضافة بعد عقد السمار ودلوقتي أنا أرش كالسام مخلابي جالسام مخلابي على السمار هيزود صلابة السمار أنا ليه باهتم بصلابة السمار يا جماعة؟ يعني متكلم عن جلد السمار عندنا آفة لها زباب الفكرة زباب الفكرة بتيجي بتعمل بتحط البيض بتاعتها بتسقب بالقل السقب بتاعتها وبتسقب وتحط البيضة بتاعتها زباب الفكرة أنا عايزة يعني مش مقاومة أو قاية إن أنا قوي قشرة السمرة بحيث تبقى صعبة على الزبابة نهات إيه؟ تسقبها وتحط فيها إيه؟ البيضة فبالتالي أنا لما أرش الكالسام هتعمل بالكالسام دلوقتي هيدينا صلابة للصمار الكالسام دلوقتي هيقلل التبحير في زيارة في الموالح اسمها التبحير هنتكلم عن التبحير ده بس هل لو إحنا زودنا الكالسام بمعدلات عالية يزيد السمك؟ لا ما زودش الكالسام بمعدلات عالية لإنه هيعمل لتضاد مع بقية العناصر هايل جدا يعني ممكن نصبق من تستطيع العناصر تانية؟ يعني طب زيادة السمك اللي احنا بنشوفه ده هل زيادة في التسميد معين؟ لا زيادة السمك اللي حضاك بتشوفه بعض السمار هم نجيبها نلاقي سامرة خينة قوي ده بيبقى ضرة سيئة من المزرعة يعني برنامج التسميد بتاعها مش مزبوطة عفلا يعني فيها عكة اه فيها عكة فيها عكة في التسميد او ممكن يكون ده مثلا برطوان بصرة على اصل فولكا والشجرة عدت العشر سنين هم فبدأت الصفات السمارية تختلف نتيجة تأثير الاصل على الطعب مجايز المزارع يفكر مثلا تفكير كده والله لما حطي دوته بيديني سمك هيجي زبابة الفكة ما تعملش بس ده يعني ده ممكن تبقى وردة بس هو تناسى مثلا انه لو تصب المن او بعض الحشرات الصاقبة المصة اللي قدر تعمل ده هتسهل على زبابة اهه الكلسا مش هيمنع احنا قلنا ده وقاية 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 مش الاج لكن عشان يقول ان الكلسا معلاج الزبابة لا محدش يقول كده خالص والزبابة يا جماعة علاج الزبابة سهل جدا احنا قلنا يعني نقوله اولاج الزبابة ان انا بحوط مزرعتي بمصايد غذائية اه كل سبعة امان شجرات بحط مسيادة وخليهم خطين الاثنين اول خطين في المزرع عاملهم رجل غراب يبقى المصياد احنا بنقوله بكل 8 شجرات مثلا يبقى في النص ما بينهم شجر رابعة في النص ما بينهم في خط اللي بعده بحط فقه مسيادة تاق والمصايد الزبابة طبعا فيه ناس عارفها وفيه ناس مش عارفها مصايد الزبابة ده عبارة عن حاجات كده بتترش بقع مش بتترش كامل صح دكتور؟ اه ايه بتتعلق ايه بتتعلق مسيادة كده دلوقتي؟ مسيادة بتعلقها اه مسيادة زي لا اصحيان في الناس بيجيبوا مادة معينة كده لسبينوسات تقريبا وبيرسوها اه على الجزع اه حاجات بسيطة اه لا لا ده احنا بنكلم مسيادة غزائية انا بعمل مسيادة ببرا لا هي بتحط فيها ايه المسيادة الغزائية؟ المسيادة بقى فيها جازب غزائي اه اغلبا بيقى بومينال ما هو البومينال بيتعمل كده اه البومينال وبتحط عليه مادة سامة لا ده استعمال للبومينال حاجة تاني يعني نفس البومينال المادة الفعالة بس ساعد بيحطوها لطا على الشجر اه ده بيرشوها ده مقاومة الزبابة مقاومة الزبابة ده مقاومة حتة الصغيرة كده حتة الصغيرة بتبقى ايه على ده 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 نوعه تاني انا بتكلم يعني ايه جزء تاني من مكافلة الزبابة بس انا مش عرف بخبرتك يا دكتور المادة دي تبقى طعمها مسكر شوية اه ما هي لازم تقفها السكرية جميل اوي هل دي ما تكذبش المن وتكذبش الحاجات وتبقى افة ده وفطريات وحاجات كده لو تسبب لا هي غالبا معه الجازب يعني انا بنحط البومينال كمادة غزائية و بنحط عليه اه او كجازب غزائي حط عليه مادة سامة فاي حاجة هتيجي هتموت اه بنحط عليه مادة سامة اه لازم تحطش لوحده لا انا مش لو احطت البومينال لوحده ده انا باعز من الزبابة انا عزمها على ابو فيك طب ده فيه ناس بستعمل لوحده لا يا فاندم او في حاجات شبه سمس انا مش عايز اقوله عشان بتوصي اعلان لا اه 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 احنا بنتكلمش لازم البومينال مادة غزائية تحط عليه مادة سامة المادة سامة مع المسيادة ازاي اما انا بتكلم على كده لا يا فاندم المسيادة يعني البومينال انا جازب غزائي اه عشان السكريات اللي فيه وراحة بتاعته والمادة السامة تموت عشان زبابة تيجي تغرق حتى لو حطوا اللوطة على الشجرة او بقع على الشجرة هو الافضل يعني اصل بقع على الشجرة في بعض الناس ممكن يفهموها غلط انا عارف بسموه رش جزئي رش جزئي اللي هو على جزع بص 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 اه جماعنا طبعا الاستاذ دكتور خالد بيتكلم كاستاذ دكتور في الحياة التالي انا واستاذ وقاية انا هكلمكم باسلوب الاسلوب الارض للمزرق احنا بنعمل ايه بنرش جزع الشجرة اللي هو رش الجزء حضرتك بيبقى جزع الشجرة بنرش صف وبنسيب صف بنرش صف وبنسيب صف على جزع الشجرة مش على الاوراق هو ده اللي سيد دكتور خالد بصدق لانه في كلمة لطع على الشجرة ممكن واحد يقوم ماسك رشش على السمر لانه بتبقى جازب بس مش اكد بتبقى جازب على جزع الشجرة على الخشب وعايز ااكد على حاجة ان الجازب اللي انا حتى برشه جزء ده او لطع على الشجرة زي ما حاجه بتقول بحط عليه مادة سم لازم لازم مفيش جازب يترشل واحدة بقى عليه مادة سم يعني الجازب الغذائي بقى عليه مادة سم علشان اا او انا بقى رش على الجزع بقى رش شجرة واسيب شجرة بحيس يبقى فيه ادل الزبابة فرصة ان هي اطير لان لو رشيت الشجرة كله ممكن تسحك عليها وتقوم دخل جوا الشجرة انا بديها فرصة شجرة ما ترشدش دي ان دي شجرة ممكن تصبها فتنجذب تروح للشجرة دي ما تلاقيش ريح تروح للشجرة التانية تلاقي الريح اللي هي تبقى ريحة البومنال او الجازب ده الفريقنس بتاعه اقوى من ريحة الصمرة فتنجذب نتكلم بقى عن التبحير اللي حدك قلتها التبحير التبحير اولا زهرة في السولوجية مش مرضية يا جماعة حدش يقول ان التبحير مرض تبحير زهرة في السولوجية ايه هو التبحير اصلا؟ التبحير ان هو الاشرة بنلاقي فيها منطقة لينة وبتنزل يعني مثلا ملة اتنين ملة عن بقية مستوى بقية الاشرة وبتبقى لينة وسهلة تتك على حضرتك كده الايينة تحتك مش زي بقية السمرة تبقى فيها عفن من جوة الحاجة؟ لا مش عفن هو مرض في السولوج مرض في السولوج دي نتيجة ايه؟ نقص الكالسيم الجدر وهي بتتصلب جدر الخلاية الاشرة بتتصلب مكانش فيه كالسيم كفاية في الحتة دي في الحتة دي وده وبرضه نقص الكالسيم سبب لان هي برضه عشان زهرة في السولوجية مالفيش سبب واحد هو ايه هو المؤثر برضه من الحاجات التانية اللي هو عدم التوازن بين العناصر يعني انا بدي نيتروجين كتير ومبديش بوتاسيام مسلا او بدي بدي كالسيم وبدي بوتاسيام مع بعض في نفس الوقت هيعمل لي تعارض او بدي نتارات نشادر وبدي حمض نيتريك في نفس الوقت يعني كنا عاملين هنا برضه العناصر اللي بتصبت بعضها؟ ها؟ يعني قلنا زيادة عنصر ده بيصبت العناصر ديت في حلقة من الحلقة يعني طب هل هي كل الاصناف بيحدث فيها تبحير ديت ولا بيجي في صنف وتكتر فيها عن صنف تانية؟ هو بيحصل في البرتقان اكتر اصناف البرتقان اكتر لماذا؟ لان اصناف البرتقانобщ اللي هي الملتصقه لكن لو منناحظ في اليوسفي اللي هي الكشرة بيتبقى ايه ؟ الكشرة سائبة او سهل بيعني الازيبل السهل التأشير板 كم تبقى الكشرة بعيدة عن الان الحبقة فبيبقى فيه جزء مغزل الكشرة او او اهه مغزل كشرة مغزل كشرة للسمر فهي احنا بيبقى باين قوي وحتى لو زجاف اليوسفي ما بتبقاش واضحة قوي لان القشرة في اليوسفي عند احنا بنشله وبنرميه على طبيعه بسهولة لكن في السمر بوتوال بتبقى واضحة معانا اول مدخلة تامر من البحيرة هي يا أستاذ تامر جابر جابر اهلا يا أستاذ جابر انا اسف جابر اهلا بحضرتك سؤال يا أستاذ جابر لا ممكن تعالي صوتك ممكن تعالي صوتك وتسمعنا من السماعة يعني من السماعة وتقفل التلفزيون من فضلك او تعطيه العدوية اللي هي هتنحط ديها لان تقومه للبرتجان اه ممكن تنضف للجواف يا ولا للبرتجان بس اه بالضبط هو بيقولك ان بوبينال اللي هو المغزيات ديت ممكن نضفها للجوافة كمان اه طبعا ما هي الزبابة اللي هي عوائل كتير هي اسمها زبابة الفكهة والزبابة الموالح اه بالضبط كتير بتيجي للجوافة برضو اه بتيجي للجوافة برضو ممكن نضفها البوبينال والجاذب الغذائي بس طبعا زي ما قال الدكتور معلومة انا اشتفدت منها ان البوبينال ما تحطوس لوحده لازم تضيف عليه مدى سام مبيد يعني مبيد سام عشان مبيد فسفوري مش كده دكتور لا لا احنا مبيد فسفوري مبيد فسفوري بس يعني يبقى مادة سام عشان عشان منقول لما بنطلع في برنامج او مقال لا ما بنطلع سام منقول مادة سام مادة سام مبيد فسفوري اي مبيد من الموجودين هيقتلها لان هي داخلها تاكل فهتاكل سمت هو كبه معانا هاني من كفر الشيخ استاذ هاني ايوه سام عليكم عليكم السلام يا فنم دكتور خالد اهلا بحضرتك يا فنم عندي اشجار لمون وعايز فيه زبابة دايما بيضة كده عندك اشجار ايه يا فنم واحد واحد اشجار ايه اشجار لمون ايه اشجار لمون اشجار لمون ايو فنم اه فدليه علي ازبابة كده والورقة ثمرة فعايز رشها احيان يعني انت بتلاقي عليها زبابة اولا الزباب ده انت عندك مئتين نوع من الزباب يعني عندك الزباب والبيضة منها اربع خمس انواع ده المعروفين وزبابة الفكهة فيه نوع واحد وفيه انواع غير ضرره مثلا وخبار حضرتك او مش موجودة عندنا بمعنى اضاق فهي نوع الزبابة ايه ومظر الاصابة شكله ايه الورقة الصمره ده الورقة حمره الورقة حمره صمره حمره اه يبقى انت عندك عفن اه لا عفن تجد اصابة بالمن وعمل ندوه العفن الفطرات نمت فبقت صمره صحك انت عندك عفن اسمه العفن لسود ده نتيجة ان عندك حشرات ساقبة مصة ده ممكن باي مبيت فسفوري ترشه اذا كانت حشرات يعني ممكن ترشه مرة الصبح ومرة بالليل لان الحشرات الليلية بتطرش بالليل وفيه حشرات بيتبقى الصبح وبعدين تدي اللمون اللمون صغير تدي له رشة مية تغسل العفن ده لان العفن ده اللمون بجمع منه اللمون ماله اللمون بجمع منه للمون بجمع منه طيب انا اقول لحضرتك انا ارحضتك على العين بص يا اساس هاني احط زيت معدني ايوا مع المبيد اللي انت انت بتجمع دلوقتي صح؟ اه 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 احط زيت معدني رش بزيت معدني صيفي بس؟ زيت معدني صيفي اه هيخسل لك الشجرة ومش هيبقى سمع على السمار لان انت بتجمع عشان اقول مبيد رش ت اه حط تسعة كيلو اه زيت على المطور الستمية يعني لتر ونص على المية اه لتر ونص على مية مية لتر مية مية لتر مية و بس يكون المطور في القلاب بتاعه شغال لان الزيت عشان الزيت ما يركنش منك تحت تمام؟ اه يعني يكون تقلب يعني لازم تقلبه كويس ماشي ماشي ورشه طالما انت بتجمع دلوقتي عشان بس ما نرشش مبيد واللمون بنجامع وناخد سيئات الناس اللي هتتعب رشه بزيت معدن صيفي اه لتر ونص كيلو ونص لكل مية لتر مية وبرضو في بداية الموسم يا دكتور لازم يكافح الحساسة بغد النظر هي ايه؟ ده بعد ما يجمع بقى ده لازم ده في الموسم الجديد اه طبعا اه بعد ما يجمع يخلص جمع يبقى نرش بمية ايه شكرا يا فاني اه فهي في بعض المعاملات يعني في واحد ما مثلا ايه؟ حسرة معينة ونقلت له نقلت فطر معينة فيقول لك انا عنده فطر فيروح لتج الميبودات وقول له اوضى فطر كاسة هو مكتبش تج الميبودات فيدوله ميبود فطر ما عليكش الاساس ما عليكش الاساس معنا مين؟ سيد محمد من الشرقية سيد محمد سلام عليكم سلام عليكم انا عايز اسأل سؤال والنبي ملح جدا تحت امرك انا من العشر من رمضان وعندنا مساحات خضراء لا حصرة لها خويت لا حصرة لها لماذا لا تزرع هذه المساحات ببعض الفاكهة او حتى بالبرسين او حتى بعباد الشمس او بالزيتون ليه؟ ليه كلهم نجيلا 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 وشبر السر واللي هو لا يسنر ليه كده؟ ليه؟ سؤالك سؤالك حلو جدا انا اقول لك سيد محمد اه اسمعني بقى اي فعليكم اسمعنا انا مش معنا ان في مساحات خضراء واسجار زينة لا تؤكل ان ده غلط ده هو ده الصح احنا محتاجين اشجار كتير قوي يعني انا مثلا انصح بزراعة اشجار فاجهة على الطرق ليه؟ لان الفاكهة تقبى مع العادم بتاع السيارات وحملة بسموم وحملة بسموم جميل فانا ازرع مستحات خضراء واسرع نباتات لا تؤكل ولا تنطق ثمار تؤكل اه طبعا اه فلان ديت بتمتص ساني اكسيد كربون فبتعالج الاحتباس الحلالي جوروبا جورمينج ومفيدة فانت مش عشان نباتات انها تقولك لا نزحب فكلا وفي النقطة كمان انا انا هو مش واخد ممكن يكون مش واخد بالو منها غالبا انا يا استيس محمد المساطحات دي بتروى بماء الصرف المعالج ماء غير صالح لزراعة نباتات تؤكل فعلشان كده احنا بنستخدمه في شغل اللاندسكيب اللي هي النجيل والاشجار اللي هي اشجار الزينة اللي هي تؤكل وفي نفس الوقت انا عنده ماء يتصرف دي عاملها لي مشكلة لو سبتها هتطلع علي ساني اكسيد كربون وبزاق افضل هي المشكلة يا دكتور المشكلة اللي فيه بعض الناس فجرة يعني احنا لما دخلنا كل الزراعة كان فيه مكافحة وكان فيه حسارات وكان فيه ونباتات زينة ونباتات زينة زينة عادية وزينة تؤكل وزينة للزينة فحكاية نباتات الزينة للزينة ده عنصر جمالي مهم جدا زي الأكل مهم جدا يا جماعة لا تستطروا بيه ان مكاني بفيه مستطحات خضرة وقدامك زرعة وقدام بيتك زرعة ده ده خطير جدا لا غنى عنه في اي دولة فارجوك فكر في المفضوع مهم لان انا سألت اسألة كتير قوي من نوع ده هو يا فاندم هو اصلي هو الستة اكتوبر معنا سواء تاني نكمل ده اللي مهمة قوي محمد من كفر الشيخ؟ سها tournaments ايوة تحت امرك سها لا ممكن تقفل التلفزيون وتسمعنا مسماعها يا استاذ محمد اقفل بس التلفزيون وتسمعنا مسماعها انت عندك الورق اللي عنده الشجر نشاوي لسه عمر سانع الورق اللي طالع من البرتوان مكرمش مكرمش اللي طالع الجديد اما الورق اللي هو بتاع الكاكا برضه بتشعوط مروة ما بيطلع كما بلسه اغطر مفيش ما يمرش عليه فترة بسيطة وبيتشعوط ويتحارة ايوة distributed 100% القناة او لديك ارض طينية ولا ارض نا ارض طينية انت في اني مركز في کفل الشيخ انت اسمحهم انا انا تابع المحافظة يعني او ريط المحافظة بينو باللمحافظة 5 كيلوجل يعني احنا تابعين لمحافظة طب بلدك ايه قولي باس بلدك ايه انا عارف كفل الشيخ كويس احنا تابع جمعية مسير مسير اه مسير اه مسير ومحلة مسير اه اعرف ايوة الله يرضى عليك انت انت اربي المصرف. ايوة احنا قرب البحر متجازي. ايوة طيب. ماشي هنجاوبك حاضر. طب خليك معاني. خليك معاني. ايو دكتور. عارف المنطقة عارف. عشان كده نسكتنا. عشان كده. عشان كده نكافر الشيك انت في انه هي ايه شجر نشاوي. شجر نشاوي. في حاجات كتير قوي بس حضرك الزهر في معلومة زيادة عايز صدافة. ايه شجر نشاوي فاول حاجة دي دي اصابات حشرية. شجر نشاوي جماعة شجر من عمر سنة لثلاث سنين. ده شجر اه اه عندك اصابات حشرية كتير وانت بتروشش كويس. وسيبها. عشان كده بدأت الاصابة الحشرية اه الورقة بتكرمش وممكن حشرات. وصناعات انفاء. وصناعات انفاء دي اكيد. اه اه اه. لانه شجر نشاوي. لانه بيقولي في الورق الجديد. اه طب. الورق الجديد ده صناعات انفاء مع مع زيادة الحارفة درجة الحارفة الثانية وعشرين. تعرف حضرتك. بعد ثلاث سنين حتى لو فيه صناعات انفاء مش مهم. مش مهم. لكن دلوقتي ترى ما انت ثلاثة سنة فدي دي 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 حتة شجر المكان مش. انت بس بص على على الورقة بتاعك وممكن تصوروا وبعطوا له دكتور خالد على الصفحة بتاعة البرنامج. على الصفحة العادنة بتاعة. وانا هكتب لك ايه ايه هتعمل ايه. طب ايه حكاية الصرف يا دكتور. كتا عايز سقول حاجة. اللي هم عندهم مصرف قرأي. مصرف زرف زراعي. اه فالمصرف ده مزود ملوحة الطرب. اه يعني ايه كتونه عراض تمليئة الملوحة. ايه 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 ارض صامرة. اه. مصير انا احضرك عارف ان اعرفها كويس المنطقة. طب. فهي ارض صامرة بس نتيجة الملوحة ورق الكاكي مش متحمل. فبدأ يتحرق. الورق بتطلع نتيجة الملوحة بتتحرق. هي لا يعني هي بتشعط ليه. الاعراض اللي حضرتك. اعراض ملوح لعراضك عارفها. حواف الاوراق بتتحرق. بتتحرق. بسرعة. لانه ورق جديد مش متحمل. هتلاقي صغير برضو. لسه نشوي مع البرتقان فمش متحمل ملوح دلطور. ودي مشكلة في الحد في المنطقة دي. في المنطقة دي اه. اه. عشان كده. يبا الارض بتاعته بتستملح. 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 احماض. هقول لك الطريقة اللي احنا قلناها من شوية بتاعت حمض الفيسفريكة دكتور. اه. هتعمل برميل متلتر اه بحنافية. وتركب له على شاسيه كده بعجلتين. زي بتوع مكرة المية. انا بكلم باللغة اه. اه طبعا. لغة المزرعة. التطبيق اللي انا بعمله في المزارة. اه. شاسيه صغير حديد كده بيشيل البرميل بعجلتين. والبرميل ده متل تربلاستيك ده وتعمله حنفية كويسة. البرميل ده تحط مسلا فيه كل مع المية بتاعتك كل بره تخط لتر حمض الفيسفريك. مرة. ولم ده اه اه ومرة حمض نتريك لتر ومرة حمض كابريتيك لتر. كل مية بتسقيها تحط معها ايه? ينوع. عشان ده اه وتوقفه على راس ايه? راس الحوض اللي انت بتروي. او يعني مش على الاناية اللي جايبها اللي جايبها بتروي. لا. راس الحوض انت احنا بقولنا بعجل علشان يمشي معاه. هتزقوا البرميل على راس الحوض تفتح الحنافية يعني ايه? ربع فتحة مش نص فتحة. ربع فتحة كده تنزل ايه? ينزل الحمض معاه. كل مرة هتغير حمض يبقى حمضه في الشريك مرة وحمض كابريتيك مرة. انت كده هتبدأ تعالج الملوحة بتاعتك اه اللي موجودة في التربة بتاعتك. ولو ما انفعش هيبه لازم تركب اه مطور يعني. مطور. اه يا في ناس كانت واحد بيقولي ده يقولي ده عندنا منطقة بيروبوا صرف الزراعة. ايه امن افهم انا عشان كده مسألته انت فين? انا انا عارف كيف الشيء. الله يبتع عليك يا دكتور. معنا مصطفى من البحيرة? استاذ مصطفى? استاذ مصطفى معنا ولا مشي? ايه معاك حضرت. تحت امرك استاذ مصطفى. انا سمع عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بركاته. ممكن اكلمني مش مهندس? اتفضل. الدكتور وليد مع حضرتك. مش مهندس مش مش مهندس. يا دكتور. اتفضل. لو سمحت انا عندي شوية الجوافة فيهم الجوافية ذاتها فيها عفونا منتح. مع ايه? شاعفونا منتح. الجوافية الشجرة. الشجرة. لا الجوافية الثمراء. الجوافية نفسها? فيها. فيها عفونا منتح. ايه. من من الحتة اللي هي مسكة في العنق بتاعها? لا منتح. من الطرف التاني اللي هو الزهري. ده 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 فطر دخلك والجوافة بتاع ايه دي يا مصطفى? كان لازم ترش بمبيد فطر ايام العقد. ماشي? اه يعني ده فطر. دلوقتي خلاص مش هتعمل حاجة. لا هترشوا دلوقتي مش هتعمل حاجة. تسارة. حباها انضربت. ها? باللغة بتاعتك يعني مش هيكلامك بقى لغة. ما دي ما ده السؤال يعني شكرا. استاذ فيه سؤال تاني استاذ مصطفى? بالنسبة حضرتك ما يبانش الكلام ده اللي غيرت دلوقتي. لا بعد ما الطيب مش. طيب. بص يا مصطفى. لحظة يا دكتور. بص يا مصطفى. احنا بنعمل ايه? ايام العقد كده. وهي مزهرة. جاية جاية تعقد بنرش بمبوت فطري. وهي بتعقد. ليه? لما برش بمبوت فطري. في الايام دي بممع الفطر ان هو هيدخل. بمع الاصابة. بنا عرف ان الاصابة بتحصل ايام العقد وبتظهر دلوقتي. انت مش بتشوفها لو الحباية جاية تستويه. صح? اه. ايوان. انا ما انا عارف انا بقول لك دي بس الاصابة حصلت امتا? حصلت ايام التزهير والعقد. فايام العقد كده ان شاء الله الموسم اللي جاي ان شاء الله. ايام العقد بتاعك والشجرة بتاعه تجيبه مبيوت فطري كويس محترم من بتاع المداد اللي انت بتتعامل معاه. اقول انا عايز مبيوت فطري للسماع. شكرا يا مصطفى اه. تمام? وتروش ايام العقد والتزهير. هتقل الاصابة عندك ان شاء الله. طيب معانا سالم البحيرة. ايو يا فندم. ايو يا سلام. ايو يا فندم. سلام عليكم. عليكم سلام وبركاته. لو سمحت والله يا فندم بس انا عايز محلات المبيدات اللي عندنا. حاب المطمير بالذات. اه. ما فيهش رقابة فندم. ما فيش رقابة عليه. ومعايز نعرف ليه المبيد ما بنكتبش عليه التسعيرة. لا دي ده ده موضوع بص يا سلام ده موضوع اسمه غش المبيدات. ولما تلاقي تاجر من هذا نظروح بلغ عليه في الوزارة. شكرا يا سلام. اه شكرا. لا يبلغ فيه عندنا قسم قسم غش المبيدات والمبيدات يتبلغ عليه. او مباحث توميين. مباحث توميين. يعني ده ده. فيه بقى يعني حضرتك الاستاذ مصطفى سأل سؤال جميل اوي. وحضرت جهدت عليه اجابة جميلة اللي هي الفطر اللي ساعة العقد. بيدخل ساعة العقد. جميل اوي. احنا عندنا برضو في الموالح التريبس. اه. التريبس لو ما تعالقش اللي هي في مرحلة العقد الاولاني. بيظهر له في الاخر حلقات. اي حلقات على التريبس بيظهر على عنق يعني عنق الحباية. وده ما يرس اه في ايام العقدة على طول. ايام ما هي فتت العقدة والتنسير دي. اه. لابنوا عليها فترة حساسة لازم لمزارب اعينه في وسط راسه زي ما بنقول كده. انا امشي في ارض كل يوم امشي شجرة شجرة. ليه? لان اصابة واحدة عندي لما تحصل بالتريبس هتعديل المزرعة كلها. اكاروس هتعديل برضو المزرعة كلها. ما الاكاروس بيجي في نفس الفترة. تمام? مع دخول الحرة وكده? لا انا افانو انا 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 اتكلم مع انا انا اتكلم مع انا انا احضرتك وهي بتعقد لكن الاصابة بالتربس بتحصل بعد العقد ده مهم ايو شواء شفت اصابة ما شفتش اصابة في مرحارة لا انا بقول الكلام اللي انا فهمتها دكتور ايوه اه صح لا انا مش بقره سؤال اوجابة اه اللي انا فهمته ان في بداية العقد في اصابة ما فيش اصابة نروسه لازم موبيت فتر لازم موبيت فتر وبعدها في 3 اسابيع اروبيت اكاروسي عشان التربس عشان التربس جميلة محمد من الغرفية سيد محمد لسه معنا ايوه فانده مع حضرتك تحت امرك سيد محمد سؤالك بقول لحضرتك العنب عندنا القطف في نبو لا معلش الموبايل فيه حاجة مشطبعية بقول لحضرتك العنب اه العنب ان شاء الله مالوا بقى القطف عندنا بيبقى في نبو وصمره نعم ونبو العطلية بس النبو وصمره المنوصمة ده معلك النبو العطلية لما نيجي نقطف النب ايوه وانت دلوقتي انت قصدك على عنقود نفسه انا عنقود انا لطف لو لا نقود حالك فاهم انا فاهم طب خلص يبانا ما فيس مشكلة اه طالع كاملة محمد ايه النادوة العسلية لما بتقطف ايه اللي بيحصل ايه اللي والجدر ذات نفسه الجدر ذات لو ببقى فيه بقى دقيق كده وطالع على الشجرة من تحت تمام يعني انت عندك بقى دقيق وعندك ندوة عسلية وعندك ندوة صمرة صح ندوة صمرة انت منين احبل من ثمرة بتتعالج منügen من الغربية لا منعرفة من المركز من طوح مازيض من أجل مركز السنطر طوح مازيض ايه طيب انا بس بسأل الصنة انت برضوا اه لحضاك لافبا اناammed intuitive فانا بعرف المنطقة عشان عارف ان الحنب الغربية منتركز في الشنطر ام يعني اكبر مركز في الغربية فيه عنب في الشنطر فانعارفة انا بس اسأل عشان اشوف البلد وانا بلف انا بقى اشوف الدنيا فيها. بزبط. حاضر يا محمد. هنجوب. يعني انزل نشوف اي علاج لان اللي انا يعني بيجي اخر السنة وبيغض منه وبيترامى كله. طب اسمع اسمع الاجابة يا صاحي محمد اسمع الاجابة. اسمع الاجابة عشان ما ما نطولش عليك. طب ناخد اللي بعده. اخد اللي بعده. مايش خاطئ. مايش خاطئ. انا الان اماشي اهلا. طب مسوي من البحيرة. ايوة سبع عليكم. عليكم السلام. ازاك ازاك يا دكتور. اهلا تشتغى رياما. وبعده اللي ما بدأت معاش بيجيب معاه رشي خالص. ايه المسكلة اللي عندك? مانا مش خاطئ. القواقع. القواقع على الشرح. ماشي صحيح. قواقع على السجر رياما خالص ومن بعدين يا دكتور خالص. انت زرع ايه يا حاج? انا زرع برطمان بسرة. برطمان بسرة عندك عندك قواقع? ايوة عندي قواقع ما بتنقطحش خالص ونجيب الرشي بزيد عن رشي. رشي بترصت ايه? برشي لتدولي ما اقول لك مرة يقول لها بلاشر مرة يقول لها اتكربلتين مرة يقول لها اتكربلتين مرة يقول لها ايه. لا انت بترصي غالب. اه هو اساسا عنده مشكلة اساسة. لا هو عنده قواقع. ايوة الكواقع دي ايه حضرتك? القواقع دي بتحطي له طعوم اولا. طعوم وليه بتنتشف المزرعة? بص حاج. انت مزرعتك مش نضيفة فيها حشاش كتير. وبتروي بتشغل المكنة وتسيبها. الرطوبة عندك عالية قوي. ماشي? بص اسمعني بس اسمعني. اسمعني. عشان لازم تنظف الارض بتاعتك من الحشاش اللي موجودة. والحشاش اللي على على المراوي ومن بينك وبين الجار لازم تنظف. لان دي دي اللي بتنام فيها القواقع. تمام? دي اول حاجة. تاني حاجة هتلقت القواقع دي بالايد. لازم تكيب عمال ينقطوها بالايد من على الشجر. تالية حاجة هنعمل طعمة بقى لحضرانك بايه? بنتكلم عليه. اتقوم لانا ما انت بيرش دراسة مشايفة. ما بيرش ما بتراشش ما بيجيش دراسة. لازم تجيب تجيب عمالة عمال اه مع حضرتك تجمعوها بالوحدة. لانا ما انت تقفل التلفزيون معلش عشان مستمعيناك. ايو 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 انا بمسماعة. عرفت يا ستشوي الحل ايه? يا دكتور صلى على النابع. طبعا دلوقت المويد بييجي مضروب عصدل والله انظر ايه حكايت للمزرعة نظيفة خالص يا دكتور. المزرعة نظيفة خالص ومبقاش اي حاجة. اما القواقع جايلك من ايه? يعني انت انت عايز تقنعني. ياو استاذ شوي. ياو استاذ شوي. يا بيتها يا دكتور في السجر. بيتها في السجر. ما بتنقطحك خالص. بص يا حاجة شوي. شكرا انه استاذ شوي اسمع. اسمع. اسمع او انه بيضة زي الحصارات كده ممكن تترمن مكان لمكان. ليه سبب? سببه ايه? زي ما قالك الدكتور? تفضل قالك حشائش ومية. هي اللي ثبته. موجود عندك اعداد كبيرة يبقى هنشيلها. مفيش حاجة اسمها رص مبيدعيا للقواقع. في حاجة اسمها طعوم. وبعدين احنا كنا عملنا حلقة هنا كبيرة كان معنا الاستاذ الدكتورة فاطمة. كان اتكلمنا عن القواقع. يا ريت ترجع لها على اليوتيوب. وتشوف القواقع دي علاجها ايه? والطعم شكله ايه? او تبعت لنا عن فيسبوك واحنا نقول لك خطة القواقع او المكافحة بتاعتها اللي لناها تكتعونها. فهي الرش اليدوي الاول? الجامع اليدوي. اول هي نضافة الارض. نضافة. تقليل الرطوبة. اه. تقليل الرطوبة يخف الميا بتاعته شوية. هو بيشغل الميا وبيسيبه. تمام? يخف الميا شوية. تانية تانية حاجة يلقاطها بايده. يجمحها من على الشجر. رابع حاجة الطعم سهل او هتخط تجيب بلاستيك بص فيه حاجة سهلة او ممكن يعملها. تجيب كابريتات اه حديدوز. رخيصة. اه يفرش بلاستيكة حوالي الشجر. ويحط الكابريتات دي عليها. عالبلاستيك عشان ما ما تاخدش الماي. ودي تخطها امتى بعد الظهر? لانا القواقع بتطلع امتى? التاجر مش يعرف كابريتات حديدوز. عارفنا يا دكتور. عارفنا? انا ما نصرنا منزل اصلا قبلت المشكلة زي دي في زفتة. يعني تاجر مبوداتي عارف. 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 اه. ملاش اسم تجار يعني? يعني يعني يعرف هو ده خلال. عارف اقول كبتا قلو بتاع الطعم بتاع القواقع. جميل. بيفرش البلاستيكة. ويقوم حط عليها. بس خطها امتى? ما تحطها ليش من الصبح? القواقع هيطلع امتى? مع غروب الشمس. يعني حطها ايه? اخر النهار. وتحاليها في حتة ما تجيش عليها المية. حتى لما تسقي مجيش عليها المية. القواقع يمشي عليها يموت. هو محمد من الغربية لعنب. احنا مش نسينا. مش نسينا. مش نسينا. مش نقفل الحلقة لما الجاوب على سؤالك. في عندنا صلاح مشتري ايه? صلاح مع نا? سلام عليكم. صلاح موجود? ايوة. ايوة صلاح. سؤالك. ممكن نكلم الدكتور? معاك. طيب اه لو سمحت يا دكتور عزين بس موضوع التفاحم اللي في صجر الجوافة. التفاحم. اه يعني احنا عانينا من موضوع التفاحم دي ورشينا مرة. اللي عالورق? ورشينا اكتر من مرة. عالورق ولا عالحباية? دلوقتي عالاتنين. اه اجي. كان قبل كده كنا بنرش عالورق قبل قبل الحباية. دلوقتي درب لك الاتنين. اه اه دلوقتي بقى الاصابة يعني الحب بيقع كده عالعرض من الاصابة. فماش مستفدين باي حاجة من من السمر خاص. انت رشيط عبل كده باي عام احمد. اه رشينا مبيد حشر بنجيبه من مبيد حشر. اه. طيب. هو ده تفاحم الدكتور? ده مش تفاحم. اه ده العفن. ده عفن هبابي. عفن هبابي. عشان بس ان المتفاحم ده تفاحم ده. لا 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 تفاحم ده حاجة تانية بس. اه. ايا مصطلح ما بيقوله تفاحم. مع حضرتك بقى الوقت. ماشي. لغاية اخر الحلقة نجاوب على محمد بتاع الغربية بتاع العنب. ما نجاوب على صراحة شرائية موضوع العفن ده اللي هو اتفاحم. حاضر افاحم. ماشي ما وقتك معك. معانا. العنب. العنب هو كده عنده مشكلة في المقافحة. هم بيكفحش كويس. اه. تمام. فبيجيله اصابات اه كتيرة. هو بيقوم في مرحلة ومرحلة تانية بيهتم ان هو يكبر انا عنوض. مم. فمش مكافح النادوة. اللي هي بتو امن وكده. هو بيقعد الروش البيض بيهتم هما بيهتم. بالروش فطري. بيهتم بالبيض لأن هوا اللي يعني بيجيله الاتنين بياض زيربة بياضي. مم. فبيهتم بالبيض ويهتم ان هو ايكبر الحباية والعنقود والمعاملات بتاع التكامل. وبيسيب الاصابات الحشرية. الاصابات الحشرية بتدخل. لأينا طبعا العنقود بيبقى مبكتد. فالاصابة بتدخل جوة. مم. ف lithium بخلص بتعيش جوة العنقود. مم. fishe ход campeع يلاقي العنقود بيفرط منه. وهو بيجمع. هي مش باينة معها. العنقود وقف قدامه هو شايفه على الشجر. ما بيجي يجمع بقى ويجي يحطه. يلاقي العنقود بيفرط ليه? اللي هي الاصابات اللي حصلت. السمار الحبوب العنب اللي حصلت في الاصابة. بدي بدأ تقع منه. تمام. هو هو ما رشش مقاومشي الحشرات الاستقبل مصة اللي بتعمل الندوات. علاجه ايه دكتور من بيدي. علاجه يرشه من الاول من الاول كده. من يقبش لما شوها بيقشر. بعد العقد وبعد ما يعمل معاملات الجبريلين اللي الاولانية دي. اه. يبدأ يرش اه مبيد حشري لحشرات السقبل مصة. جميل. دي كده هي ايه? وقائي. وقائي. بعدها في شهر بس انا في شهر خمسة في شهر ستة هيرش رش تاني. اه. تمام تابع معدل اصابة عنده. هو كده بيسيب الارض ما بيبصش عليه. وبيعمل بيهتم بهم بتوع العنب هناك بيهتموا بايه? تلات حاجات. بيض بيض زغبي بيض ايه? التجبير الحباية او المعاملات بتاعت الجبريلين. غير كده ما بيرش. ولكن العنب ما بيجيلوش حاجة. وقصونا مساحات الصغيرة. ايوه. يعني مساحات الكبيرة قوي بيبقاش قادر ينقح عشاش ويعمل بس متابع البرنامج المكافحة بحذا فيه. فهو يرش بس يعني يرش بعد بعد المعاملة الاولانية بتاعت الجبريلين اللي هو بيرشها. يبدأ بقى يبص على الاصابات الحشرية. ام. في اصابات حشرية يبقى رشها مبيت حشري عشان حشرة الصقبة المصر. لازم يلاقي اصابات حشري. مش لازم يلاقي. احنا قلنا رشها رشة وقائية. وقائية. في شهر ستة لو لقى اصابة يرشها رشة تانية. اه. تمام? دي نقطة. هو كان عنده تاني حاجة بقى بقى دقيق. بالزبط. طب بقى دقيق في الارض. وانت سايبه يعني بايت من السنة اللي فاتت. فبعد ما بيخ. بعد ما يجمع ويقلم. المفروض يعني هيقوم راشش. زيت معدني يخسل الشجرة معه مبيت حشري. هو انا صح يا دكتور لما بخصي مزرعة ولاقي بقى بقول ده اهمال. اهمال طوال. اه. يعني لما لاقي البقى ظاهر اوي كتير اوي. ده خلاص يا ما هو. بقول ده اهمال. وانا بقول لها ده كون بيبصش على المزرعة. بيبص على المزرعة. هو سايبها. مم. فلكن انا البقى دي دلوقتي هترشه هتزيت اه معدنة صيفي ومبيت ورش رشه دلوقتي. على على الجزع بس مش هنقدر نرش طبعا لان العنائد موجودة. بالنسبة لصلاح بتاع الشرقية. طب. هقوله نقطة بس فتي. اه ايام التقليم بعد ما تقلم بقى تجيب الزيت الزيت الصيف ده مبيت تخسل به الشجرة وخاصة المناطق اللي كان فيها الايه? البقى تخسلها لان البقى بيبقى سايب البيت بتاعه بيبقى في قلب الايه? في قلب القلف بتاعه. وبيستنى لغاية لما لقى ده فول جرون ده تحته بيد ولفاته بيد. عشان كده. فهو دلوقتي هيجيب الزيت الصيف هيقومه بزيت معدني. اه. مع مبيت حشر جديد. بالزبط. عشان يقضى عليها. لان الحشرة اللي بيدوبها حضرتك استاذ باقاي اللي بيدوبها الزيت المعدني. بالزبط. بيدوب بتاعها علشان يوصل لايه? هو بيخنوها. بيخنوها. يعني بتقول الحشرة قصرية. المبيدات بتاعيتهم كلها اللي بيخدوها زيت. اه. فعشان كده. لكن ايام بعد التقليم عضرتك هتغسر الشجر. بص هتغسره يعني ايه? انا عايزك تصقيب المحلول بتاع الرشرة بتاعك بيقع على الارض كده من. وتتكى على الحاجات اللي هي اللي هي الايه? اللي ما بين ما بين الاصابات. اللي هي بتبقى الزوالة ما بين الاصابات. مع الحرط يا دكتور. لان ممكن الحاجات تنزل تعمل تكامل دورة حياتها وتطلع على السجرة تاني. تمام. اه. لازم مع الحرط وشان الحشاش. لازم مع الحرط ما هو لازم ينظف. بالزبط. بعد التقليم هو بيدخل ينظف. انا بأكد على كلمة ساعاتك بس. بيعزقها بلعهم عندهم عزقات صغيرة. اه. عشان المسابحات بتاعت العنب اه. تبقى صغيرة. تبقى صغيرة. فعندهم عزقات اه كتيرة منتاج. بيدخل المطور ويمشي. لأنا عايزه يخسر الشغر. يخسر الكارمة بتاعت الهناب كده. تسقط يبقى المحلول نازل منها على الارض. عشان اي حاجة تنزل على الارض يموتها ايه? المحلول. اللي يبقى صلاح الشرقية كان بيتكلم على التفاحم او العفن. اللي هي العفن هم هم للأسف هم الفلاحين عملين ان الجوافة دي شجرة مهملة. يقول لك لما انتش فاضي ازرع الجوافة. او زيته زي زيتون كده. يعني لنا ده اكتر من الزيتون. اه. وللأسف الجوافة عشان بتصب بامراض كتيرة. فبتبقى عندها مشكلة ان هي بتجي مقوى للامراض والافات. فانا بدلوقتي انا اه هو عنده اه عفن هبابي منتشر على الشجر كله. يعني داخل مش اكتفى بالاوراق ده داخل من الاوراق على الصمار. يعني عنده اصابة حشرية عاملة ندوة. عسلية بتالي النادوة العسلية بيجاء على ايه? مشكلة دي انا متخيل انه عنده الشجر عملاقة دكتور. ماشي ما هو. كبير فما بقدرش يكافحة. بص يا فان. غير ان الشجر اللي اللي. ما هو الشجر عملاقة ما انا هعمل ايه بالشجر عملاقة? هجمحها بايه بسلم. عشان كنت بنقولش ان الناس يا جماعة قلمهم. خلي الشجر في حاجة مناسب. افتح قلب الشجر عشان الشمس تدخل. بزافة. لان لو الشمس دخلت هتنظف. اه. الشمس لا دخلش اه لو لو الشجر زحمة في بعضه احنا مش هنعرف نشتغل. اه. مش هنعرف نرش. لا هما سايب الشجرة فعلا طويلة. زي المنجة اصحاب المنجة. فبقولوا ما ده اعمل حاجة. المنجة المنجة المفروض تبقى متناول للايد يعني. اه. اه. انا همسك الموتور والخطور. مش هتوصل لفوق. بالزبط اه. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. انا بارف حضرتك. اه. على الحاجات الجميلة دي كلها. تحت امرها. انما اه في سؤال اخير. فضل يا فان. اه. اه. السؤال ده يعني انا شخصيا. بقابله كتير اوي. يعني عندك في امراض بتقبأ نادرا كده زي مرض السفرجالي. ما بنشافهوش. اه. واخبال حضرتك. نادرا في المزارع الصغيرة اللي بتنزل السوق. انما دايما الناس عشان اتحاجين برضه ريبقول له حضرتك. اه. بيجوا يجيبوا البولكي ماريكان الحاجات المطلع من الطعام على البولكي ماريان. اه. فبيعانوا من وطر الوطر بسبط. تبص تلاقي بعد ما كبرك كده يعني وبيجمع. يبص يلاقي ايه? الوطر اسبوت موجود. اللي عفن. ده يقولك ده عفن فطري. في كل واحد يخش يقولك ده عفن فطري. ما للاسف. اه. انما هي مش فطري. فعزيك حركة تكلمنا على الوطر اسبوت توت. وعلوة ايه? لان دي مشكلة مش بيعاني منها المزارع الصغير. ده كله بيعاني. كل الامطعم على الفولكا بيعاني منها. والله. اه. لا دي مشكلة كبيرة او في المزارع اللي هي الفين وتارت تارت مزارع كبيرة او. ايو. فكلمنا في كده في عجالة اللي احنا وقتنا اشرف على الانتهاء. حاضر افن. هي اه الاساس ايه? الفولكا اصلي قوي. اصلي منشط. فبيمتص مية وعناصر غزائية كتير. بيديها لمين? للطعم. اه. فالطعم ده ممكن ما يتحملش السمرة ما يتحملش كمية الايه? المية والغزة اللي جيالة. فيبدأ تضعف مع اختلال برنامج التسميد والتضاد ما بيننا العناصر. ما بيسميتش كلسم كويس ما بيسميتش متاسم كويس. فبالتالي السمرة بيحصل فيها ايه? ان الاشرة بتبقى اه رقيقة. فعرضها لاصابة اي اصابة جيلها سهل انها تصب بيها. مش مية دكتور. يعني انا انا نصحتهم وانا برا ما مش بتاعفكها يعني. نصحتهم لا بدل مخطين مية خلاها خط واحد. ده فهو عشان يجمع. هل ده صحة ولا غلط? انا انا اعتقدت انه مسبب المية. لا هي مش مية هي اساسها العلاقة ما بين الاصل والطعم. ما بين الفولكا وما بين الحاجة quello اللي عامل بقى المؤثر اكتر بيء فيها. اه ده علاقة الشنو نقدر نغيرها خلاص الشجر الم ahíver는. خلاص الشجر اهium. يبقى انا اعمل ايه? اعمل توازن في التسميت بتاعي. اه. 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 اه A. اه. يعني ده عايف في التسميت. ده عايف في التسميت. يعني ايه البرنامج التسميد مش ماشي مصبوط. احنا هنعمل في حلقة مقصوص على برنامج التسميدي.landsقر الموالح بالذات. تحت امر حضرها. لان فعلاً ده موضوع بيسبب أمرك كتير ومشاكل كتير ومناس ايه بيتمع معرفة ويسببوا خسار في المحصول الله فنعمل حلقة مخصوص على برنامج التسجيل حتى ما نعملسوا مدخلات ماشي هتبقى حلقة كده علمية علمية أنا في نهاية حلقتنا بذكر الأستاذ الدكتور وليد أبو بطة اللي دايماً مشرفكم ربنا برحضتك بيفيدنا جميع المعلوماته بغزير علمه يعني أستاذ علم البستين بمركز البحوث الزراعية ونستوضعكم الله وفي رعاية الله وأمني وفي انتظار دايماً اللي ما قدرش يعمل مدخلات معنا في الحلقة لضيق وقت الحلقة برنامج على صفحتنا البرنامج في صفحتين على الفيسبوك العيادة النباتية أو زبوتونيك الكلينك أو علواتس ابعتلنا كل أسئلكو وهتوصل لكم الإجابة بنشكر حضراتكم جداً ونلقاكم مجدداً مجدداً الأسبوع القادم بإذن الله في برنامج العيادة النباتية تقديم دكتور خالد عياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته